موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق اخبارية مرحبا بكم وقف مجلس القيادة الرئاسي اليوم أمام المستجدات المحلية والإصلاحات المطلوبة في المجالات الإدارية والمؤسسية والخدمية ونقش المجلس الإصلاحات الإدارية والخدمية في عدد من المحافظات واتخذ بشأنها عددا من الإجراءات والقرارات وذلك في سياق الجهود الحثيثة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتعزيز دور أجهزة الدولة في إنفاذ القانون وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم التي تسببت بها حرب الميليشيا الحوثية إلى ذلك وقف مجلس القيادة الرئاسي اليوم أمام المقترحات والترتيبات اللازمة للاحتفاء بثورتي السادس والعشر من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين والتخليد الأمثل لمبادئهما وأهدافهما العظيمة في ذكر الأجيال المتعاقبة ووافق المجلس على عدد من الإجراءات اللازمة لإحياء هذه المناسبات الوطنية التي مثلت تحولا فارقا في مسيرة النضال الوطني ضد الحكم الإمامي في الشمال والاستعمار الأجنبي في الجنوب ووضعت البلاد على طريق النهوض وقدرته على استعادة زخم وحدية الثورة في مواجهة مشروع الإمامة الجديد المدعوم من النظام الإرهابي الإيراني أكد رئيس هيئة العمليات اللواء ركن خالد الأشوى الجاهزية قوات الجيش الوطني لخوض معركة استعادة الدولة وإحلال السلام جاء ذلك في ختام دورة تدريبية لرؤساء عمليات الألوية والوحدات وقطاعات المنطقة العسكرية الثالثة وقال اللواء الأشوى لأن ميليش الحوثي المدعوم من إيران لم تلتزم بأي اتفاقيات أو عهود أو مواثيق منذ بداية حروبها ضد الدولة اليمنية وأوضح اللواء الأشوى لأن الجيش الوطني ومعه كل اليمنيين لا يواجهون ميليش الحوثي فحسب بل يواجهون دولا وخبرات كبيرة تقف خلفها بكل إمكاناتها وثقرها السياسي والعسكري شيع المئات من أبناء محافظتي عمران وحج جثامين ثلاثة من الشهداء إلى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب وأشاد المشيعون بمناقب الشهداء وأشاروا إلى أنهم استشهدوا وهم يذودون عن الوطن والدفاع عنه والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية ضد ميليشيا إيران الحوثية في معارك جنوبي مأرب نهاية العام الماضي حيث ظلت جثامينهم بيد الميليشيا الإيرانية حتى تمت عملية تبادل قبل أيام قتل خمسة من عناصر ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية جراء انفجار صاروخ باليستي أثناء تجميعه في إحدى الورش بالقرب من مطار صنعاء الدولي ونقل موقع المصدر أولاين عن مصدر أمني قوله إن الانفجار الذي سمع دويه في أنحاء واسعة من مدينة صنعاء فجر السبت ناتج عن انفجار صاروخ باليستي أثناء تجميعه في ورشة تابعة لميليشيا إيران الحوثية قرب مطار صنعاء الدولي أكد المصدر مقتل خمسة فنيين تابعين للميليشيا الإيرانية في انفجار الصاروخ والانفجارات المتتالية في الورشة السرية الموجودة خارج مطار صنعاء وسط الأحياء السكنية حذر وزير الإعلام معمر الإيراني من استغلال ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة لتكديس المزيد من الأسلحة الإيرانية المهربة وسط الأحياء السكنية واتخاذها المدنيين دروعا بشرية وقال وزير الإعلام من انفجار صاروخ باليستي في وقت متأخر من مساء الجمع الماضية أثناء تجميعه في هنجر يضم ورشة لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات الإيرانية المسيرة بالقرب من مطار صنعاء مؤشر خطير يعكس موقف الميليشيا من جهود التهديئة وأحلال السلام في اليمن وأوضح وزير الإعلام أن الحادثة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية والخبراء لميليشيا الحوثي وتنصر الميليشيا من التزاماتها التي نصت عليها الهدنة الأممية بحث وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلينكين يوم أمس مع نظيره العماني بدر البسعيدي جهود استمرار الهدنة في اليمن وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين تبادل خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بجهود استمرار الهدنة في اليمن ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة محملة بالغبار والأتريب يوم أمس محافظة مأرب وتسببت في تضرر عدد من الخيام في مخيم البطحة نتيجة الأمطار والرياح أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب أن شخصين نازحين أصيب بصاعقة رعدية في مخيم البطحة نقل على إثرها إلى مستشفى الهيئة لتلقي العلاج وأشارت الوحدة التنفيذية لأن المواطنين في مخيمات النزوح يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل التواصل الأمطار الغزيرة والرياح التي تعرضت خيامهم فيها بسببها لأضرار كبيرة قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة للنازحين المتضررين جراء الأمطار والرياح التي شهدتها مخيمات الغيران الشمالي بصحراء العبر خلال الأيام الماضية وشملت التدخلات التي نفذت عبر الشريك المنفذ مؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية توزيع 87 خيمة وحقيبة إيوائية تحتوي على أدوات إسعافية ومعيشية ويأتي تدخل مركز الملك سلمان بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين وسلطة المحلية بالمديرية بهدف إنقاذ الحياة والحد من معاناة الأسر المتضررة عبر توفير المأوى العاجل وتلبية احتياجات المتضررين يجري حاليا في مأرب تنفيذ توسعة وسفلتة وعمل جسور عبارات مياه في مدينة الروضة بعاصمة محافظة مأرب بتكلفة إجمالية بلغت مليونين وثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي على نفقة السلطة المحلية وضح مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس عبدالله العقيلي أنه جرى اليوم تدشين العمل في المقطع الأول من شارع الأربعين خط صحن الوطن يبدأ من تقاطع شارع الستين المدخل الشمالي للمدينة حتى تقاطع شارع أربعة وعشرين حي الشركة مشيرا إلى أن الأعمال التوسعية والسفلة تشمل الشارع بخطين مزدوجين مع عمل اثنين جسور أو جسرين أرضية لعبور سيول الأمطار لافتا إلى أن بدء العمل يأتي بعد استكمال كافة الأعمال الهندسية والفنية ألقت قوات مكافحة المخدرات في محافظة شبوى القبض على عصابة إجرامية محترفة في تهريب وترويج المخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة وأشار مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات في شبوى إلى أنه تم رصد العصابة ومتابعتها لعدة أسابيع قبل أن يتم مدهمتها والقبض على المتهمين وأوضح مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن العملية نجحت في ضبط 60 كيلو جرام من الحشيش المخدر وكميات مختلفة من الشبو والإفيون طالب قائد قطاع القوات البحرية بمحافظة المهر العميد الركن سعد سالم مسيبع الحكومة ووزارة الدفاع بتقديم الدعم العاجل للقوات البحرية بالمحافظة بما يمكنها من وقف أنشطة التهريب بشتى أنواعها وشدد مسيبع في تصريح خاص لقناة سهيل على أهمية تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين محافظة المهر وحضر موت وشبوة لتبادل المعلومات حول عمليات التهريب وضبط المهربين تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهر من ضبط مطلوبين أمنيا لدى شرطة حضر موت على ذمة عدة قضايا وقال مصدر الأمنين عملية الضبط جاءت بالتنسيق مع المواطنين وبعد أن تأكدت الأجهزة الأمنية من هوية المتورطين في سرقة باص نوع نوها تم جلبه من حضر موت تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى نصف نهاء البطولة العربية بعد تغلبه على منتخبنا الوطني للشباب بركلات الترجيح وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات دور الربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت سن العشرين التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم وقدم منتخبنا الوطني لشباب أداء مميزا خلال شوطي المباراة قبل أن يختطف بطاقة التأهل المنتخب السعودي بضربات الترجيح وسيقابل المنتخب السعودي في مباراة نصف نهائي البطولة العربية نظيره الفلسطيني الذي تغلب بدوره على شقيقه الأردني بركلات الجزاء الترجيحية أيضا دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة